في بداية الثورة طلب من الإمام أن يتواصل مع أربعين شخصاً من المهذبين قال له إنه يجب أن يساندك أربعون شخصاً من المهذبين وذلك للمواقف الخاصة في أحد الأيام أرسل شيخ بهجة في طلبي وقال لي إن هناك رسالة صغيرة أريد أن أكتبها وأسلمها إياك لكي تأخذها للإمام الخميني كتب الرسالة ووضعها داخل مغلف وأخذت المغلف بنفسي إلى جمران وسلمتها للإمام فتح الإمام الرسالة وقرأها وقال مرتين بلغوه سلامي وقول له نعم سوف أنفذها أنا لم أكن أعرف ماذا كتب فيها ولا حتى ماذا حدث فيما بعد كل رسالة كانت تأتي للإمام كان يقرأها ويضعها على الطاولة ولكن هذه الرسالة وضعها في جيبه لقد وضع الإمام رسالة الشيخ بهجة في جيبه وقال بلغوه سلامي وقول له نعم سوف أنفذها إمام نامي شورك وذا شنجيب الشورك موسيقى